مرتكب الجريمة المعلوماتية التي تميزه عدم شعوره بالذنب فمن يرتكب الجريمة المعلوماتية يعتقد بأن ما يقوم به من الأعمال المباحة حيث أنه لا يقوم بأي خلع أو كسر أو قتل أو إذاء أو تعريض أي شخص لخطر أو ضرر بشكل مادي مباشر أما الصفة الثالثة مرتكب الجريمة المعلوماتية فهو السعي وراء التخفي حيث يقوم بأعماله بشكل سري دون أن يشعر أحد بما يقوم به مرتكب الجريمة المعلوماتية مرتكب الجريمة المعلوماتية مرتكب الجريمة المعلوماتية مرتكب الجريمة المعلوماتية